السلام عليكم ورحمة الله مجددا متابعنا الاعزاء متابعي وقناة الطعم مدرسي اليوم يكون عندنا نموذج اخر من نماذج الفروض الخاصة بالدورة الثانية الفرض الاول في الدورة الثانية بالنسبة للمستوى كالعادة نحاول نخدمه ونشرحه اهم القواعد وكيفش يعني تجوب على الاسئلة وراجع الدروس اللي عندكم فيها صعوبة البيدي ايف سيكون اسفل الفيديو والرابط اللي فيه باقي الفروض دي المستوى الخامس سيكون اسفل الفيديو يعني الفرنسي الشمعيات تربية اسلامية لغة العربية يعني جميع نماذج الفروض يعني في هذا الرابط هذا اذا نبدأ على بركتي الله حول ما يلي على شكل قوة وكذلك الرابط يعني اللي لا تفتحوا ليش روابط او لخصو شي نماذج زيدة او لخصو اشياء اخرى فممكن يشارك معنا في الجروب الخاص ديال الواتساب فتماموا ممكن يلقن يعني نماذج بشكل اكتر وعدة اشياء اللي غادي ان شاء الله تستبدوا منها اذا شاركتوا معنا في الجروب على الواتساب حول ما يلي على شكل قوة اذا القوة هو واحد نتيجة ديال ضرب اذا ضرب في العدد نفسه ما شيفش عدد واحد اخر اذا اذا وهنا ميجأة 14 بميجه نصر И تنتهي هنا عندي 174 بميجه خصوص انا نحس immediata اكتب عن حغفة فيها الاساس دياله هنا افكك وانجز اهنا ايه غتفكك وغادي تحسب 14 مربع هي 14 في 14 بطبيعة الحل غتعطينا 191 قس ثلاثة غتعطينا هي 11 في 11 في 11 ثلاثة ديال المرات اذا هي 11 قس ثلاثة غتعطينا 1301 وثلاثة عندزو السؤال ثلاثة اه انجز واختزي المايا لي اذا نحسبوه تما عنا يعني القوة وعنا اعداد كسرية اذا 14 قس ثلاثة هي هادي اللي حسبنا دابا هي 14 في 14 على خمسة ناقص واحد على اثنان عنا 14 في 14 هي 190 على خمسة ناقص واحد على جوج خسنين واحد المقامات بطبيعة الحل هنا المقام الموحد اللي هو خمسة في اثنان هو عشرة غنضرب جوج في 90 اذا نستف جوج 12 جوج 18 والواحد 19 جوج في واحد جوج اذا هي 392 ناقص واحد في خمسة اللي هي خمسة صفي اذا هنضرب خمسة في جوج هنضرب جوج مية واسا وتسعين وغنضرب الواحد في الخمسة هتعطيني 387 على عشرة هنا ما كيش ما نختاز له لان عشرة من مضاعفات خمسة ومن مضاعفات اثنان ومن مضاعفات عشرة اذا ما كانش حاجات مازالكم كان هنا الضرب كنا نقدرون نختاز له لو كان هنا الضرب كنا نقدرون نختاز له ولكن ما كانش الضرب هنا كان الطرح هنا عنا اه تمرينا رابع حصل هم متعلمو المستوى الخامس بطبيعة البالغ عددهم 33 تلميدا على النقاط التالية في مادة الرياضيات اذا خمسة تلاميذ حصلوا على ثمانية ربعة حصلوا على عشرة ربعتاش حصلوا على سبعة ثلاثة تلامت سعود سبعة تلامت حصلوا على ستة اذا ننظم هذه البيانات في الجدول التالي اذا عدد تلاميذ النقاط المحصل عليها اذا فعنا خمسة وعنا وعنا اربعة وعنا فعشر وعنا فعنابعة وعنا ثلاثة وعناbereخ 5 تلامت جابو ثمنية 4 تلامت جابو 10 14 تメيد جابو سبعة ثلاثة تلامت جابو 7 ليوب ok ثم سنتمثيل في المبيانnelle ان Viande التلميف سنشر المحاور محور نقاط المحصل عليها إذا النقاط المحصل عليها سيكون هنا لتحت وعدد تلاميذ سيكون هنا الفوق شو لي كنطلع عنده إذا يبين بالأعميدة هنا سيكون عدد التلاميذ هنا النقاط المحصل عليها التقسيم اللي نقصم هنا عدد التلاميذ عندي هو 33 تلميذ لا يمكن أن أعطيها لتلميذ لأن هذه ساعة 33 مربع عدد التلاميذ سيكون صغيرا 10-20-30 سيكون مضايق إذا إما نضيف 10-15-20-25-30-35 سيكون مزيان سيكون مزيان سيكون مزيان سيكون مزيان أكبر عدد عندي هو 14 أكبر عدد عندي هو 14 إذا نقدر نمشي بجوج حسن إذا نمشي بجوج حسن صافي زوج زوج اه 6 سوف نقوم بترتيب أخرونたلة سيدا 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 تشبه تشبه اشمال تشبه خمسة تلاميذ اكتبوا هنا اهنا اتجي الى اربعة منص هنا بالنسبة لتسعود اذا عندي ثلاثة خصوصي نوصل غير هنا اياه نحن نقوم بعمل 10 او 4 تلامت سوف ادخل الى تظن ان كل شيء هو هاداك سوف نمر السؤال الموالي نحن نقوم بعمل 8 الى ثمانية اللي يجابه اكثر من ثمانية هما اللي جابه تسعود وجابه عشرة اذا ربعة وثلاثة سبعة اذا عدد التلاميذ الحاصلين على نقطة اكثر من ثمانية هو اذا نقولنا هنا ثلاثة واربعة هو سبعة نجيل هنا خامسة لاحظ الشكل ثم احسب مساحة القرص اذا ما زال عندي نموذج اخر بحل هذا الاستاذ ساعد الميس لا يجازي باخير اذا بقي عندي تقريبا نراه كي يشبه لي ولكن كي من بعض الاشياء بطبع الحال كي ينختلافات فتا هو غدين نحطه هنا لاحظ الشكل ثم احسب مساحة القرص المساحة 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 تبغي الشعع المساحة تبغي الشعع والمحيط كي يبغي القطر اذا دائما نحط القاعدة اما اولا يعني اللاغ هو المساحة اولا اس لسوفاس هي بي في اغ في اغ تساوي ثلاثة فاصيلة ربعتاش دائما خمسة خمسة لي هي ثلاثة فاصيلة ربعتاش في خمسة وعشرين يساوي ثلاثة ثلاثة فاصيلة خمسة مادة سنتيمتر مربع من سش الوحدة كالعادة عن جيل هنا هي السؤال الخامس ثلاثة فاصيلة الباطل سوف نتحدث Returns فوITTت'dى المكتش دائما خمسة فاصيلة ان في اغ تساوي óع متر. يعني اسمعنا المتر. سنجيو الهنا يلاقي هي الطول في العرض هي ستة في ثلاثة هي سمنتاشر متر مربع. تلاحظوا انه يعني عنده نفس المساحة ونفس يعني نفس الموحيد. طبي التحلوي كان الوحدة رام بدلة سمنتاشر متر مربع وتما سمنتاشر متر. اذا كان هذا هو النموذج تلاقي ان شاء الله مع النموذج الاخرى تقريبا كي شبه لي غير هو معطيات مختلفة وهناي عندنا المربع. هنا عندنا المساحة دي القرصة باستعمال القطر. هنا نخدمه ان شاء الله من وراء هذا بالتوفيق للجميع.